فييتك تذكر الكلمات من أول مرة إذا كان عندك مشكلة في تذكر الكلمات من أول مرة هذا الكورس مخصص إلك إذا كانت عندك صعوبة بالكتابة والتعبير في المواضيع الرسمية وغير الرسمية هذا الكورس إلك إذا كنت عندك صعوبة بالتحدث بشكل مفهوم وواضح يعني اللفظ الصحيح عندك بـ مشكلة هذا الكورس إلك وإذا كان عندك مشكلة بالاستماع وفهم للغة الإنجليزية من الأخبار و الأفلام trong以zo وباق., هذا الكورس إلك أهلاً وسهلاً بك في قناة سفيرس أكاديمي في هذه الحلقة الأولى من هذا الكورس المميز Let's Talk في هذا الكورس راح نأخذ أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية لكن بطريقة مميزة جداً طريقة غير مسبوقة طريقة مهمة لتعلم اللغة الإنجليزية إذن هدفنا من هذا الكورس اللي راح يكون عبارة عن 200 حلقة كل حلقة راح تحفظ من أول مرة هدفنا أنه نحفظ بنسبة 100% الدرس كامل من أول مرة هل ستسألني كيف راح أعلمك الطريقة اللي راح تستخدمها حتى تحقق هذا الهدف ونحققها آن وياك إن شاء الله إذن أنا أعدك أيضاً أنه راح توصل إلى هذا الهدف إذا سويت الخطوات البسيطة اللي راح أشرح لك إياها وراح تتطور بشكل كبير جداً باللغة الإنجليزية كل اللي تعجب اللغة الإنجليزية هي أربع مهارات مهارة القراءة، الكتابة، السماع، والفهم طيب والتحدث أيضاً هذه المهارات الأربعة اللي تحتاجها لكن يجب أن تكون عندك اسلوب وطريقة تستغل بها وقتك ولهذا السبب أنا حريص على وقتك وعلى وقتي ولهذا السبب سويت لكم كورس مميز ذات قيمة عالية جداً بحيث أنك تحفظ من أول مرة وتستثمر وقتك لأنه في هذا الزمن كنا مشغولين وعدنا شغالات كثيرة لهذا السبب لازم نختار الطريقة والأسلوب الصحيح حتى نتعلم الطريقة اللغة الإنجليزية بشكل جيد ونستثمر وقتنا الأسلوب والطريقة اللي راح نتعلم بها هي طريقة الحفظ بالجمل اللي شرحتها بالتفصيل في كثير من الفيديوهات داخل القناة بإمكانك الدخول وستجد شروحات وتمارين على هذه الطريقة إذا كنت تريد أن تتعمق بها لكن بشكل مختصر هي أنه تحفظ جمال كاملة بدل الكلمات والمفردات القصيرة جيد؟ إذن والنقطة الثانية هي أن تكتب بالقلم والكراس قلم لازم يكون عندك وكراس حتى تكتب الكلمات المهمة في كل حلقة من هذه الحلقات طيب إذا تشرب قهوة طبعا نجيب قهوة وإذا نجيب شاي حتى نقعد وندرس بشكل صحيح ونستثمر وقتنا ونتعلم لغة إنجليزية بشكل ممتع طبعا يجب أن تركز معي أثناء الدرس ركز جيدا أثناء الدرس هي دقائق بسيطة إذا باليوم تشوف لك حلقة وعدك أنه راح تتطور تطور كبير جدا وتحصل على تستطيع أن تكتب مواضيع جميلة يصير عندك مفردات كثيرة إذا نأخذ مثال مثلا إذا تريد تبني بيت راح تحتاج إلى مكونات كثيرة حتى تكون هذا البيت كذلك اللغة الإنجليزية مكونات اللغة الإنجليزية هي المفردات لازم يكون عندك مفردات كثيرة حتى من تجي تريد تتحدث عندك خزين من الكلمات والمفردات والمصطلحات باللغة الإنجليزية حتى تقدر تستخدمها ولهذا السبب بهذا الكوس ركزت على أهم مصطلح باللغة الإنجليزية اللي رح يرفع مستواك باللغة الإنزية بشكل كبير جدا طيب النقطة الأخيرة اللي هي كيف رح نتعلم هذه ونحصل على 100% من حفظ المعلومات هي التكرار بصوت مرتفع خمس مرات على الأقل كل كلمة كل مصطلح كل عبارة رح نكررها أنا وأنت خمس مرات بصوت مرتفع حتى نحفظها بشكل جيد طيب هذا مثال الآن عندنا رح تكون بالشكل التالي رح تكون الحلقة رقم الحلقة هنا والكلمة ومعناها ناخذ الكلمة ومعناها هنا بالعربي والسلايد البعدها رح يكون عندنا عبارة عن المثال الأول يكون هنا وترجمته وبعدها المثال الثاني وترجمته وبعد هذه الخطوات رح نراجع ملخص الحلقة كامل من نخلص ملخص الحلقة رح نسوي اختبار هذا الاختبار عبارة عن ثلاث أسئلة يجب أن تشارك بالاختبار طبعا مثل ما وعدتك أنه تحصل 100% لكن لازم تطبق كل هذه الخطوات الاختبار بسيط جدا هو 3 أسئلة عن الحلقة تجاوبها وتكتبها بالتعليقات حتى تكون حققت الهدف أنه حفظت من أول مرة ما راح تحتاج تراجع الحلقة مرة ثانية طيب راح يختصر عليك الكثير من الوقت تحفظ تتطور يصير لفظك أفضل ويصير كتابتك أحسن طبعا هنا كاتب لك ملاحظة هذه الملاحظة راح تظلوا ياك أثناء الحلقة كاملة لتحفظ من أول مرة كرر بصوت مرتفع طيب اثنين اكتب الكراس والقلم وثلاثة قم بإجراء الاختبار الاختبار هو مهم أنصحك أن تسويه في نهاية كل حلقة حتى تكون حققت الهدف اللي أنت جاي عليه ولنفس الوقت أنا أستثمر وقتي في تقديم ما هو أفضل اللي أتمنى منك الآن أن تضغط على إعجاب وتشترك في القناة حتى تجيك هذا الكورس وجميع الكورسات الموجودة في قناة سفيرس أكاديمي والتابع معي الاستمرارية طبعا هي أهم شيء في هذا الكورس وفي تعلم اللغة الإنجليزية الاستمرارية أساس كل شيء الاستمرارية الاستمرارية يجب أن تستمر حتى تحصل على هدفك بالكامل إذن أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية والآن خلينا نبدأ بالحلقة الأولى راح تجدها في مربع الوصف تجد الكورس كامل وتجد بالتسلسل جميع الحلقات هذه مجرد مقدمة لهذا الكورس حتى تقدر تعرف تأخذ فكرة عن هذا الكورس وشن الفائدة اللي تحصلها من عنده والطريقة اللي لازم تتعلم بها طيب روح الآن للحلقة الأولى اللي راح تجيكم اليوم وبعد أيام كل يوم راح ننزل حلقة جيدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على إعجاب لهذا الفيديو وشكرا لكم على المتابعة ألقاكم قريبا إن شاء الله إلى اللقاء